أهلاً مع حضراتكم مرة تانية مشاهدين الكرام وخلونا نستكمل بقية أخبارنا مع حضراتكم النهاردة في حلقتنا ونروح لأونفاير نيوز ونبدأ جولتنا الإكبارية مع أخبار النادي الأهلي وحصول محمد عبد المنعم مدفع النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب لجولة الذهاب في دور ربع النهائي من بطول الدوري أبطال أفريقيا وجيدة بناء على تصويت الكاف عبر الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا ونايل محمد عبد المنعم بالفعل الجائزة اللي كانوا بنفسه بقى اللاعب كل من النميبي بيتر شالوليل وتيبوه مكوينة لعبها ساند آمز الجنوب إفريقي وسجل محمد عبد المنعم هدف التقدم لنادي الأهلي في الرجاء المغربي خلال المباراة اللي انتهت بفوز نادي الأهلي بثنائية نظيفة مريحة جداً الجماهير ولكن طبعاً مباراة الرجاء المغربي خارج الديار هيكون لها حسابات مختلفة وكل الأحاديث والأقابل اللي بنسمعها عن الأستاذ والحضور الجماهيري وكل التفاصيل دي أكيد بتحط شوية ضغوط على نادي الأهلي ولكن بتبقى هوية نادي الأهلي طول الوقت في البطولات الكبيرة وخصوصاً في الأدوار الإقصائية من بطول الدوري أبطال أفريقيا دايماً بتصنع الفارق وهيبة الفريق كبيرة جداً والمنافسين بيكونوا على دراية كاملة إن نادي الأهلي في المرحلة دي بيكون مختلف ودايماً قادر على خطف حتى بطاقة الصعود للأدوار المقبلة حتى لو خارج الديار فبنحاي محمد عبد المنعم على حصوله على هذه الجائزة الفترات اللي فاتت طول الوقت بيبقى فيه قيل وقال على إزاي بيسيطر على أعصابه وإزاي بيتعامل نرفسته أحياناً حاجات دي كلها مهمة جداً جداً يكون بيشتغل عليها لأنه فنياً هو حاضر روحه موجودة إمكانياته بيلعب في نادي كبير الدوافع كلها موجودة والجمهور بيحبه فبالتالي لو حاجات بسيطة بس تزبطت هيكون بيحط نفسه مكانة مهمة جداً واعتقد دي اللي بتخلي اللعيبة تكمل لأنه أنت يكون عندك السبات الانفعالي أي نرفزة بتكون مع اللعيبة خصوصاً لو بيلعبه في نادي كبير زي نادي الأهلي مش بتكون مقبولة وغلطات كتير وعلى بعض ممكن تكون بتكلف فبالتالي هو عنده من الإمكانيات اللي تخليه بيوصل لحتة جيدة جداً في مركز نادي الأهلي محتاجه ومنتخب مصر محتاجه وكل الفرق التانية بتبقى طول الوقت محتاجة المستاك الجيد اللي عنده إمكانيات وعنده روح وعنده كمان قدرة تهدفية بالرقصيات فدي كلها حاجات بتديله يعني على حساب مدفعين تانين فلازم يكون بيسلج الله بالتركيز التام داخل الملعب لسا كاملين أخبرنا مع النادي الأهلي وتعليق محمد عبد الجابر وكيل أعمال خالد عبد الفتاح لعب النادي الأهلي على موقف النادي من تفعيل عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري بشكل نهائي وأكد عبد الجابر أن النادي الأهلي لم يفعل بند التعاقد مع خالد عبد الفتاح بشكل نهائي مشيراً إلى أن النادي أكد للعب أنه تم تفعيل البند بنهاية الموسم الجاري أو هيتم يعني العمل عليه بشكل كبير وأشار إلى أن النادي الأهلي يحق للحصول على خالد عبد الفتاح بشكل نهائي في حالة سداد 10 مليون جنيه لصالح نادي سموحا خالد عبد الفتاح مروان عطية لو نتكلم بقى عن أفضل الصفقات اللي تم إبرامها مش بس على مستوى مركاته الشتاء لأن ده أصلا بيكون مركاته أضعب طبعا من مركاته الصف ولكن مركاته الصف والشتاء لو قرناهم ببعض بالنسبة للنادي الأهلي هيكون الشتاء كان أفضل مروان عطية وخالد عبد الفتاح من اللعيبة اللي اندمجوا بشكل سريع جدا جدا مع الفريق وقدروا أنهم يكونوا بيظهروا في مباريات تقيلة ودمها تقيل وصعبة ومحتاج أن أنت يكون عندك كامستري ما بقيت الفريق ومحتاج أن أنت يكون عندك سبات فعالي لأن تم الدفع بينهم في مطشاط مش سهلة فأعتقد أن دي من الصفقات المهمة جدا اللي قدر يبرمها النادي الأهلي في وقت ممكن لم يوفق في مركاته الصيف بنسبة كبيرة ولعيبة كتير من اللي تم يعني تعاقد معهم ما ظهروش وما لعبوش ومستر كولر البعض مقتنعش بيهم والبعض ممكن يكون بقى في ظروف تانية وكواليس خلف الأبواب المغلقة ولكن أيا كان خالد عبد الفتاح طبعا من اللعيبة المؤثرة بشكل إيجابي مع النادي الأهلي اللي بنتمنى له التوفيق مع النادي الأهلي وكمان التوفيق مع منتخبنا الوطني في الفترات اللي جاية لو تم طبعا يعني اشراكوا بشكل فيه استمرارية إن شاء الله يكون على قدر هذه المسئولية ومن أخبار